السلام عليكم ازايكم? اخبار جديدة واخبار مهمة جدا والحقيقة الاخبار اللي معنا النهاردة طالع من اسرائيل لان اسرائيل شبه كده بيحتفل وانتانيو طالع يحتفل بشكل كبير ان هو صفة مروان عيسى. مين مروان عيسى? وليه نتانيو بيحتفل بالشكل ده? وايه رأي مخابرات الامريكية في العملية دي? مش بس كده. ايه رأي مخابرات الامريكية في حرب جز عامتا لان مبارح كان فيه جلسة استماع لمخابرات الامريكية? في مجلس شيوخ الامريكي? خضرائك لازم تعرف الاسرار دي عشان تبقى قاري القصة بشكل مختلف تماما عن وكالات الانباء والاخبار العادية اللي بتتقلق في وكالات الانباء. تفاصيل كتيرة. تفاصيل مهمة جدا. بس عشان اكشفها لك واكشف لك تفاصيلها. لازم اقول لك القصة من قوي. افاد مراسل الحدث عن السادة في اسرائيل مبنى في مخيم النصيرات في غزة بعد معلومات عن تواجد قائد القسام مروان عيسى بداخله. اضاف مراسل الحدث ان اسرائيل لم تؤكد مجاح او فشل عمليات اغتياء لعيسى. قبل اكشف الموضوع قبلك شوف لك التفاصيل خلينا اقول لك ان احنا معنا رحا عايي قوي جدا محترم جدا وهو برنامج سماك. من فترة كنت اتكلمت على برنامج اسمه سماك وده برنامج حسابي وبرنامج بيطور وبيتيح كل الحسابات اللي انت عاوزها في شركتك او محل بتاعك. برنامج هو برنامج يعرف بالزبط اللي تحتاجه لادارة عاملك بشكل احترافي. بدون اخطاء وده طبعا ناتج من خبرة طويلة جدا عمرها اكتر من 40 سنة في السوق السعودي ومنطقة الخليج. الاصدار الحالي من سماك هو الاصدار السادس. واللي تم تصميمه بشكل سهل وامن وزاكي جدا. وده طبعا لانه عندهم فريق مطورين على كفاءة عالية جدا. وده لوصلهم لعدد ضخم جدا في كتير من دول عالم. من جهات حكومية شركات خاصة عالمية او محلية. وعن تجربة مستوى خدمات ما بعد البيع عندهم عاز اقولك ان هو قوي جدا وشغال على مدار الساعة كل ايام الاسبوع. والحاجة جميلة جدا عندهم انك بتعتمد على برنامج جاهز متكامل والربط مع مصلحة الضرائب عشان الفواتير الالكترونية. البرنامج ده بيدعم انشطة كتير جدا. مشا ليه نقاط بيع مطاعم كافي شاب تقدر تعمل نسخة تجريبية او تاخد دورة تدريبية كاملة متكاملة مجايا. وتتواصل معهم من خلال الرابط اللي اسفل الفيديو لو حابب تعرف اكتر عن برنامج اسمعك. نخش في الموضوع على طول? نخش في الموضوع على طول. ايه جديد معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة او مرة هتسمعه في ما يخص حرب غزة. الحقيقة الموضوع كله هيبتدي بشكل مختلف تماما عن ما حضرتك متخيل فيما يخص حرب غزة. الاعلام الاسرائيلي يبتدي يتكلم ان حرب غزة دي هتشبه حرب اوكراينا. بس خليل الاول نبتدي من جالسة الاستماع. اللي عقادها وليام بيرنز. مين وليام بيرنز? هو رئيس المخابرات الامريكية. الراجل عمل تمن زيارات للشرق الاوسط. خليل? الراجل ده على فكرة. وليام بيرنز ده من اكفاء الناس في الادارة الامريكية. وده انا بالنسبة لي هو كنز الادارة الامريكية ومن افضل الاختيارات اللي جو بايدن اختارهم في اه ادارته اللي بيطلب. الراجل على كفاءة عالية جدا. الراجل ده ما بتحركش كمودة سهولة. برغم كده جه الشرق الاوسط تمن مرات. هو عقد اكتر من اجتماع اه بشكل سري وزار دول كتيرة جدا. وكان اهم الزيارات دي كلها هي الزيارات اللي بيعقدها مع نتنياهو. والزيارات اللي بيعقدها مع رئيس المخابرات الاسرائيلية. عشان يحاول يوصل اه لاتفاعل. الحقيقة الموضوع ده معقد جدا. ليه معقد? لان امريكا رملت بالثقالها في حرب غزة مش عادة تقاف. خلص. امريكا عملت كل حاجة لايقاف الحرب دي والوصول لهدنة وبرضو الصهاينة واقفين في الموضوع. فامبارح كان فيه جلسة للاستماع في مجلس الشيوخ. بيعملوا الجلسة دي ليه? بص يا سيد. دلوقتي فيه تقرير سنوي بيطلع من المخابرات الامريكية. مخابرات الامريكية بتطلع مجلس الشيوخ ومجلس نواب لرؤيتها في الاحداث العالمية. في مجلس الشيوخ مبارح. كان فيه جلسة دي وليام بيرنز وزي ما حراج شايف في الصورة وليام بيرنز واعضاء المخابرات الامريكية سواء بقى السياي ايه او مخابرات الحربية كل اللي فيه في المخابرات القادة بتاعهم قاعدين بيعرضوا التقرير بتاعهم وبيتلقوا الاسئلة بتاعت مجلس النواب. هي كان فيه اسئلة غريبة شوية. اول اسئلة كانت ايه تقييم مخابرات الامريكية لا اسرائيل. والوضع في اسرائيل. قالوا لهم والله احنا شايفين ان نتانياهو مش هيعرض. اه ده تقرير المخابرات الامريكية. وهم شايفين ان نتانياهو حزبه. اللي هو الحزب اليمين المطرف او الكنسة ده. شايفين ان هم مش هيفضلوا كتير في السلطة. بالعكس هم مهددين بشدة بترجى منصبهم. او ان هو تقوم عليهم مظاهرات حاشدة في البلاد. اكتر ما هي ايما دلوقتي تؤدي لرحيل اه نتانياهو هو وحزبه وحكومته. ناصر. وقالوا ان الايام القادمة مش في صالح لدانياهو. ده حاجة. حاجة تانية اسئلة النواب كانت موجهة بشدة حوالين صفقة للرهائن. الحقيقة تقييم مخابرات الامريكية ان اسرائيل مع صلاجة شوية في الصفقة دي. حماس ممكن تكون عندها قابلية سنة لعجب صفقة للرهائن بس اسرائيل هي يعني مش عاوز الصفقة دي. في وسط الجلسة ما هي اي ما عاز اقول له حضرتك ان تم مقاطعتها كالعادة في كل الاحداث الامريكية حاليا في متظاهرين حاولوا يطاعوا الجلسة وحاولوا ان هم اه ينادوا باسم اه غزة وسيس فاير والكلام ده كله. ففي نائم اسمه قاطن قاطن ده مؤيد شرس لاسرائيل فقاطن سأل وليام بيرنس بعد ما متظاهرة طلبت بوقف اطلاق النار قاطن سأل وليام بيرنس قال له اي رأيك في كلام متظاهرين ده انت متعاطف مع اراءهم ولا مش تعاطف مع اراءهم. هو عاوز يسمع ان وليام بيرنس بيقول انا عاوز وقف اطلاق النار. حقيقة وليام بيرنس بيقول ان الخسائر كبيرة جدا في اسرائيل والخسائر كبيرة جدا في غزة والخسائر بشرية في غزة تحتم ان احنا يجب ان احنا نصل لصفقة. كلام او رد كان مقنع كدا. بس انا اخطر نقطة واقف قدامها حاجة واحتمسة ان قادة المخابرات الامريكية طلعوا قالوا ان اسرائيل حتعاني للوصول لهدفها في القضاء على الحماس دي حاجة مش تحسن. التقرير بتاع مخابرات الامريكية ده ده زبدة الزبدة يعني ده بقى خلاصة خلاصة يا باشا. مخابرات الامريكية بعد كما استوشهر من القتال في غزة شايفين ان اسرائيل مش تعرف تقضي على الحماس. خالص. وموضوع ده عشان يحصل عاوز له سنوات. هم قالوا كده مبالح في التقرير وقال لك عاوزين سنوات. ده يفرق معاك فيه. يفرق معاك ان اسرائيل لو فضلت مكملة زي ما هي دلوقتي الحرب دي مش تنتهي دلوقتي. ممكن تبضل سنين. طيب. السنين دي تحتم عليك ايه تحتم عليك السيناريو بتاع اوكرانيا. عفكرة فيه كاتب النهاردة في جريد هارتس بيقولك الظاهر كده اسرائيل دخلت ع السيناريو الاوكراني. ليه? اللي هي حرب اه بدون نهاية. اوكرانيا بقالا سنتين بتحارب وهو مش عارفة توصل لنهاية. وكل ما تشوف انها هتوصل لنهاية ما بتطلعش ان دي نهاية. فالكاتب بيقولك ايه بيقولك على فكرة احنا قدام اه تشابه كبير جدا بين اسرائيل واوكرانيا برغم اختلاف القوة. ويعني اوكرانيا المفروض هي الطرف الاضعف وصد روسيا انما اسرائيل في حرب غزة هي الطرف الاقوى. برغم كده الاتنين متشابهين. قالك متشابهين في ايه? قالك لو اخدت بالك اوكرانيا كل شوية يطلعوك بيانات كاذبة. يعني كل شوية يقولك احنا قتلنا الف عسكري روسي ما يكونش حاجة حصل. يقولك احنا ضمرنا طيارات وسواريخ وبتاع بيانات بيحصل فيها او تضخيم في اعداد او الارقام اللي بتطلع في البيانات العسكرية الاوكرانية. قالك بالزبط اللي بيحصل في اسرائيل. اسرائيل تطلع تقولك احنا قتلنا اتناشر الف حماس او ترتاشر الف. تطلع مصورات الامريكية تقولك ولا نص الرقم ده. يا حدي تشاف? ولا نص الرقم ده. حماس اصلا تقولك على فكرة كل اللي ماتوا ستة لاف. فده يدول ليك على التضارب في البيانات الاعلامية. تاني حاجة لازم تعرف ان الطرفين سواء اوكرانيا سواء اسرائيل. اللي اتنين معتمدين على المعونة العسكرية الامريكية. ويمسك بقى في الحتة دي عشان حتة قوية كتا. دلوقتي انا مبارح بقلت حضرتك ان رئيس المخابرات الامريكية في نفس اللجنة برد. طلع قال ان الزخيرة بتاعت اوكرانيا بتخلص يا جماعة. ولو الكونغرس مبعتش او موافقش على زيادة الدعم العسكري الاوكراني اوكرانيا تقسر الحرب. يعني احنا نتكلم على امر شبه عقلاني اوكرانيا تقسر الحرب. موسيقى المترجم للقناة من المترجم للقناة 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 يعني انت مش مسلا انت اللي بتصف نفسك بكده لا ده اسرائيل نفسها هي اللي بتصف مرعون عيسى ان هو راجل افعال لأقوى وبيقولوا عليه زكي جدا وراجل يعني خلاصة بخلاصة ومن كتر ما هو زكي فعلا لازم تعرف ان هو تدرك في مناصب عسكرية لحماز بشكل سريع جدا حتى ان يحيس نوار اسند اليه اتخاذ القرارات العسكرية السريعة يعني الرجل ده هو اللي على طول يقيم وياخد القرار بسرعة وبيبقى اغلب قراراته صحيحة جدا في الفين وسبعتاشر تم انتخاب مرعون عيسى عضو المكتب السياسي الحماس بمثلا عن الجناح العسكري للحلقة وفي الفين وتسعتاشر امريكا ادرجته على قوام الارهاب بتاع ده بس طبعا هو ابرز منصب هو اخده ان هو نائب محمد الضيف ولازم تعرف ان ده منصب رفيع جدا طيب ايه اللي بتقوله اسرائيل اسرائيل بتقولك ان احنا عادنا نرائب المواقع اللي بتحرك فيها مرعون عيسى وقصفناها كلها نباقى فاحتمالية ان هو يكون تقتل كبيرة جدا طيب هل اسرائيل اكدت ان هو تقتل حقيقة اللي طلع قال ان هو تقتل هو نتانياهو طلع على طول سبق التحيات كلها وقال لك الرجل ده ماذا قال لك احنا قتلنا الرجل الرابع ففاضل التالت والتاني والاول كل دول حقيقوا زي محرك كتاس بحاملنه كده بزبط رفوا بدرخ لنيت سخونة مخلط بدرخ لنيت سخونة زي خسال لكبرت مسبار اربة بخماس وشلوش شتائن واحد بدرخ كلام نيمابي انما النهار ده طلعت جريدة نيويورك تايمز وتقولك على فكرة الجيش الاسرائيلي ما زال بيحقق لان جسط مروان عيسى محدش لاقيه يعني الراجل المفهود تم استهدافه تحت الارض يعني الراجل ده مضربوش مسلا بمبنى هو كان موجود فيه وتضربوا انفاق هو بتحرك فيها فلحد دلوقتي مش لاقيين جسطه واسرائيل بتحاول تتأكد عن طريق جواسسها ان الراجل ده مات الناطق العسكري طال بانها عملية رصد لاحد الانفاق التي يعتقد بان مروان عيسى نائب الجناح العسكري لحماس يستخدمها قد تمت عملية قصف لهذا النفاق هو لا معلومات معكدة حول مقتل مروان عيسى طيب هل في احتمالية ان راجل يكون عايش فيه بس الاحتمالية الاكبر اللي عند اسرائيل ان هو تصفى ان هما ضربوا كل المواقع اللي هو بتحرك فيها في نفس الوقت الحادثة دي لو كانت حصلت هل تعتبر نصر الاسرائيل طبعا لان اكبر اه شخصية اسرائيل عرفت تصفيها لدى حماس هي صالح العراولي في لبنان انما اسرائيل معرفتش تصفي شخصيات ضخمة زي مثلا الراجل التاني والتالت والرابع في غزة معرفتش تعمل كده وبقى لقى خمس طوش هم مش عارفت تعمل كده فكون ان هما يختال ومروان عيسى دي حاجة ضخمة جدا لازم تعرف الاعلام الاسرائيل حيفضل يتفاخر بيها ويقول لك يا باشا ده احنا عملنا اللي ما تعملش واللي تانيه هو طبعا هيشوف ان ده نصر سياسي يثبت بوجهة نظره ان هو لو صف الراجل الرابع معنى كده ان التلاتة قادة موجودين في رفح ويجب ان هو يروح ويخدهم او ان هو يقضي عليهم في رفح ننظر في كل مكان ونتطلع بان اهداف الحرب ستطبق وهذا يتعلق بتفكيك القدرة العسكرية لحماس لا جزال هناك قوة عسكرية لحماس في رفح وايضا هناك رهائن اسرائيليون مئة واربعة وثلاثون وبعضهم في رفح لهذا نحن نبحث في رفح اخيرا وليس اكلم لازم تعرف ان اسرائيل مش مهتمة بالتفاوض اسرائيل مش عاوز تتفاوض اسرائيل عاوز الحرب دي تستمر ولازم تعرف ان الوقت مش في صالح اسرائيل سواء بقى على الجبهات اللي هي بتستنزف فيها يعني النهاردة حزب الله قصف اسرائيل بقال في صاروخه قذيفة طول الحرب الخمس تشهر اللي فاته حزب الله قصف اسرائيل بقى 2700 صاروخه قذيفة النهاردة بس حماس قصف اسرائيل بقال صاروخه قذيفة دا تحول نادر جدا في حزب الله وتحول نادر يثبت لك ان مخزونات السواريخ لدى حزب الله كبيرة جدا مضخمة جدا تكفيه ان هو يفضل يستمر في الحرب بالسنزال ومتنساش ان الخبر اللي نزل في المواقع الغربية اللي بيقولك ان اسرائيل عندها خطع مركدة مع حزب الله هو يوم خمستاشر مارس لو حزب الله فضل يضرب المواقع الاسرائيل اسرائيل هتقوم بعملية برية واضح جدا بتحركات العسكرية الاسرائيلية على الحدود مع لبنان تشوف الدنيا يتمشي ازاي ابرز نبأ حاليا هو اغتيال مروان عيسى والنبأ الابرز التاني هو تقرير المخابرات الامريكية اللي بيتوقع ان الحرب دي هتستمر سنين تشوف الدنيا يتمشي ازاي يا رب انصر مصر يا رب انصر العرب يا رب انصر فلسطين يا رب تحيا مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين